السلام عليكم يقول وأنا أتوضى تسقط أحيانا نقاط من الماء من عضو أغسله على عضو انتهت من غسله فهل بهذا شيء؟ ليس في شيء والماء الذي يسقط على العضو طاهر الذي يسقط على العضو من عضو آخر هذا طاهر لا يغفر الحمد لله يقول هل علي إثم إذا لم أغسل العضو الذي سقط عليه نقاط الماء؟ لا ليس عليك إثم لأنه طاهر ولا يغسل من أجل ما شفت عليه من قطرة لا من عضو آخر